أحدث الكشف الصحفي عن استخدام الشرطة الإسرائيلية برامج تجسس أنتجتها شركة NSO لجمع المعلومات الاستخبارية من أجهزة هواتف نقالة للعديد من الشخصيات أحدث هزة أرضية في البلاد لسيما على الصعيد السياسي وفي أروقة الشرطة ووزارة القضاء فيما قال وزير المالية أفكدون ليبرمن أن الحديث يدور عن هزة أرضية بكوة 9 درجات وكان موقع كالكاليست قد أفاد في تقرير نشر اليوم صباحا أنه تم تثبيت برنامج التجسس على الأجهزة الهاتفية المحمولة لسياسيين ورجال أعمال ومدراء عامين لوزارات حكومية ورؤساء بلديات ومديري شركات عملاقة وصحفيين ومنظمي احتجاجات وحتى على جهاز أفنير نتنياهو نجل رئيس الحكومة السابق بن يمين نتنياهو من ناحيته قال المفوض العام للشرطة كوبي شابتاي أنه توجه لوزير الأمن الداخلي وطلب منه إقامة لجنة تحقيق خارجية برئاسة قادن لتفحص الموضوع بكل تداعياته وذلك بهدف إعادة ثقة الجمهور بالشرطة رئيس الدولة تسحق هيرتسوك تترك إلى هذه القضية خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر القدس اليوم وقال أنه من يشرف على تنفيذ القانون عليه أن يكون منصاعا للقانون أكثر من غيره دعونا نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس الدولة اليوم לא פשוט הבוקר הזה ובפתח דבריי אני לא יכול שלא להתייחס לצבר הפרסומים ובראשם הידיעה שפורסמה הבוקר בעיתון כלכליסט מערכת אכיפת החוק לא יכולה לחפף במילוי החוק מי שאוכף את החוק חייב להקפיד על החוק קלה כחמורה יותר מכולם أصور לנו لאבד את הדמוקרטיה שלנו أصور לנו لאבד את המשטרה שלנו وأصور לנו لאבד את אמון הציבור إذن هذا رئيس الدولة حول قضية التجسس على الهواتف النقالة من ناحيته قال وزير القضاء قدعون ساعر أنه سيبحث مع رئيس الحكومة والمستشارة القضائية الجديدة للحكومة إمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية للحديث عن هذه القضية وتأثيرها على المشهد السياسي وأيضا القضاء وعلى جهاز الشرطة ينضم إلينا في بث حي ومباشر من يافة الناصرة الكاتب والمحلل السياسي عودي بشرات مساء الخير أستاذ عودي بشرات مساء الخير لك ولجميع المشاهدين هل لك في البداية أن تستعرض لنا ما الفرق بين لجنة تحقيق رسمية أو لجنة تحقيق حكومية كما اقترح وزير الأمن الداخلي عمر برليف ماذا يمكن لجان التحقيق مثل هذه اللجان ماذا يمكن أن تعطي نتيجة للجمهور الإسرائيلي وأنت تشعر بالغليان في أوساط الصحفيين وأيضا في أوساط المواطنين إذا ما جرى يعني لجنة تحقيق حكومية أو رسمية لها كما يقال النياب يعني هي قادرة أن توصي بتقديم لوائح اتهام أو أن تحيل بعض المحقق معهم إلى المحكمة أو إلى النيابة وهي أيضا قادرة أن تجلب أي كان بأمر قضائي يعني مثل لديها هذه السلطة ولذلك فهي يعني ذات قوة أكثر من أي لجنة أخرى التي من الممكن أن تقام ولكن دعني أقول لك بالنسبة للقضية التنصت هذه قضية يعني نحن الجمهور العربي في إسرائيل نعرفها جيدا أنا ويذكر الكبار السن وحتى الآن كيف كان أهلنا وأباؤنا أجدادا يتحدثون ويقولون الحطان الهدنين الشرطة تستمع إلى كل ما تقوله الجهاز الاستخبارات بعد ذلك أتى احتلال الضفة الغربية وفي حينه قال لايبوبيتش أن الدولة هذه ستتحول إلى دولة مخابرات بأن يبدؤون بالضفة الغربية وينتهون للمواطن اليهودي العادي يعني هذا الأمر فيه دلالات من الممكن المثل من حفر حفرة لأخيه وقع فيها يعني قبل عدة سنوات اتصل محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وهو الحاكم الفعلي في السعودية وطلب من نتنياهو أن يتاح له أن يواصل استعمال برنامج البيغاسوس هذا التنصط وفي حينه وعده نتنياهو فعلا في اليوم الثاني تم ربطه مرة أخرى لأن هذا البرنامج هو برنامج يتم عن طريق اشتراك ولا يباع وفيما بعد عرفنا أنه جمال خاشقجي تم اغتياله ووقعته بصورة فضيعة يعني اعتمادا على هذا البرنامج ولذلك أنا أعتقد أن من يبدأ في المناطق المحتلة الآن هي مليئة وهناك يعني حقائق مذهلة حول التنصط وتعقب الناس وحتى معرفة وجوههم يعني من معرفة وجهه الإنسان تصويره يعرفون نعم السؤال الكاتب عودي بشرات كيف تفسر الصمت تجاه هذه القضية من المفتش العام للشرطة الصابق روني الشيخ الذي على ما يبدو ووفقا لما نشر في وسائل الإعلام بأنه مجمل التنصط أو تتبع الهواتف النقالة كان في فترة توليه قيادة الشرطة أنا أعتقد أن هذا الأمر هو جزء من إثبات أو من الممكن اعتباره إثبات أن هذا الأمر تم في مرحلته في دورته القيادية للشرطة حيث أتاح لهذا القسم في الشرطة من أجل أن يتنصط على أوصات واسعة على شخصيات على صحفيين حتى ابن رئيس الحكومة ورجال أعمال هذا الأمر يعني يضع دولة إسرائيل في وضع يعني كانت هي تريد أن تكون بعيدة أكثر ما يمكن عنه أنها دولة ديمقراطية تحتم حرية الفرد لا تدخل في شؤوني الخاصة ونحن نرى أن هذه الموجة تكتسح جميع أو قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي ولهذا هذا القلق الكبير ولكن أنا برأي من الحريبهم أن يتساءلوا كيف وصلنا إلى هذا الأمر وصلوا إلى هذا الأمر لأن من يتنصط على الجار من الممكن يتنصط داخل العائلة من يعني يريد أن يسمع لما يقوله المواطن الفلسطيني في رمالله فيما بعد سيسمع لما يقول المواطن الفلسطيني الإسرائيلي في تل أفيف ولذلك هذا الانتقائية في الدهشة وفي الاستغراب وكأن هناك شيئا جديدا قد حال يجب أن نقول لهم شوي شوي على مهلك وهذا الأمر موجود من الـ 48 منذ قيام دولة إسرائيل عملية مصنع للتنصط في إسرائيل على كل مواطن عربي وفيما بعد على كل مواطن في المناطق المحتلة وهذا الأمر يجب أن يثيرهم في ذلك الحين وليس الآن فقط نعم سمعنا أصوات من حزب الليكود التي تدعو رئيس الدولة بأنه هو من يضع الشخصيات في لجنة التحقيق الرسمية في هذا الملف والتوجه لرئيس الدولة ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه الحالات أو في مثل ملفات كبيرة من هذا النوع ومن هذا الحجم ما الذي يقصد حزب الليكود من إدخال رئيس الدولة هيرتسوك في مثل هذا الملف الشائك يعني هم يحاولون في حزب الليكود وممكن الحديث عن ذلك أنه عدم الثقة بهذه الحكومة أنها من الممكن أن تقيم يعني جهاز خاص أو لجنة خاصة أو أعضاء يعني مستقيمون مستقيمين الذين من الممكن أو نزهين الذين من الممكن أن يوجهوا هذه التحقيقات ولذلك فهم يتخطوا وهذا تعبير عن عدم ثقة بالحكومة وهذا يعني في إطار الصراع بين الليكود والحكومة الجديدة ولكن يجب أن يقال بشكل واضح أن من بدأ ذلك ليس هذه الحكومة فقط 7 أشهر وهي تتحمل لا شك جزء من المسؤولية ولكن ما يتحمل المسؤولية الأساسية هو نتنياهو هو موجود من الثلاثة عشر عاما حتى قبل أن يتم اختراع بيكاسوس يعني برنامج التنصت وفي المدة الأخيرة كان لديه حان هو وزير الشرطة وقبل ذلك قلعاد أردان ولذلك كلهم حتى مفتش الشرطة العام السابق تم تعيينه من قبل نتنياهو ولذلك هذه المحاولة من الليكود الركوب على الموجة وكأن هذا فقط يتم في عهد بنت أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني لا يستوي مع الحقيقة لا يمكن مقارنته بالحقيقة الحقيقة تقول أن كل هذه الأمور يعني بدأت أو تواصلت بشكل أقوى مع وجود حكومة نتنياهو وباعتقادي أن من يعطي تصريحا لمحمد بن سلمان الذي رئيس أو القائد الفعلي في السعودية أن يكون باستعمال هذه الجريمة هذه البرنامج المجرم الذي أودى بحياة ناس في السعودية وناس في كل العالم هو المسؤول عن ذلك وهو الذي في نهاية الأمر يعني أعطى الشهية للشرطة ولأجهزة الأمن أن تتنصت على شخصيات إسرائيلية نعم سؤالي الأخير لك المحلل والكاتب عودي بشراط سؤالي لك كيف ترى المشهد السياسي في هذه الأثناء في هذه المرحلة بعيدا عن قضية التجسس والشرطة كيف ترى حال الإتلاف الحكومي وخاصة بأن هناك مواجهة ما بين أيلة شاكيد وحزب ميرس وكل قضية قانون المواطنة على ما يبدو بأن شاكيد مصمم عليه يعني في عدة مجالات يعني في قضية المواطنة هي يعني شاكيد يعني تضرب بعرض الخائط بمصالح المواطنين العرب وكان من المتوخة بعد انضمام القائمة الموحدة وكان بعد انضمام ميرس وحزب العمل أن يكون هناك تراجعا ما تراجع ما بالنسبة لهذه القضية الحياتية بالنسبة لأناس ارتبطت مصائرهم بإخوتهم وفي الضفة الغربية ولكن هذا يتم ضرب بعرض الحائط بشكل يعني غير مكبول في العالم ويعتبر قانون عنصري قانون غير إنساني يعني حتى المحكمة العدل العليا يعني كانت تسنه أو تطيل عمر هذا القانون أو حاز الطوارئ هذه سنة بعد سنة لأنه غير مكبول من جميع القضائيين والآن تأتي شاكيد هي تمثل جناح يمين المتطرف وهي التي تفرضها على الحكومة يعني شاكيد لا تقبل مساواة مع ميرس ولا تقبل مساواة مع القائمة الموحدة هي تقرر وهذا القرار بدون الرجوع وبدون التنازل أي تنازل حتى في قضية جمع الشمل ويعني رسالة واضحة أنه المقرر في هذه الحكومة هو اليمين الموحدة وميرس وهم يعني العازف الثاني إذا لم يكن العازف الثالث ولا يمكن يعني أخذ رأيهم بعين الاعتبار حتى لو بشكل يعني تأجيل هذا الأمر أو الوصول إلى تفاهمات معينة وباعتقادي أن هذا الأمر يعني باعتقادي أنه من الممكن أن يثير يعني خيبة أمل فضيعة وهو أثار خيبة أمل فضيعة في الأوساط الديمقراطية في إسرائيل من هذه الحكومة التي توقعوا أن تكون بديلا ليس فقط إخراج تنياهو إنما أيضا إخراج سياسته نعم الكاتب والمحلل السياسي عودي بشرات شكرا جزيلا لك كنت معنا في بث حي مباشر من يافة الناصرة شكرا لكم شكرا لكم